الصحفي الامريكي داريل فيلبس او كما يعرف باسم بلال عبدالكريم حرا طليقا بعد 188 يوما قضاها في سجون هيئة تحرير الشام واثر مطالبات وضغوط مستمرة وجهاء من منطقة اطمة وريف ادلب الشمالي تقدموا بطلب استرحام الى الهيئة للافراج عن الصحفي الامريكي وبعد ان نظر القضاء في الامر قبل ذلك الطلب بحسب بيان صادر عن مكتب العلاقات الاعلامية في هيئة تحرير الشام البيان اوضح ان الصحفي بلال عبدالكريم كان متهما بالتحريض على السلطات المحلية والعمل مع مجموعات تخل بالامن العام في المناطق المحررة ونشر اكاذيب تمس بالمؤسسات واللقاء مع شخصيات مطلوبة للقضاء وفق البيان صحيفة العرب الجديد قالت ان سبب اعتقال عبدالكريم كان لقائه مع زوجة مواطن بريطاني معتقل لدى هيئة تحرير الشام مشيرة الى انه تعرض للضرب من عناصر الهيئة قبل اعتقاله افراج تحرير الشام عن الصحفي الامريكي يتزامن مع تحركات سياسية من الهيئة لتحقيق ما اسمته كسر العزلة في معرض تعليقها على صورة الجولان مع الصحفي الامريكي مارتن سميث المتداول مؤخرا الى جانب اقتراح مجموعة الازمات الدولية للضغط على الادارة الامريكية الجديدة لرفع صفة الارهاب عن الهيئة الهيئة ورغم محاولاتها لتعزيز حضورها على الساحة الدولية الا ان تحرير الشام ما تزال متهمة بالتضييق على الاعلاميين واعتقال مدنيين في ادلب وبلال عبد الكريم كان احد الناقلين لتلك الصورة وموجها اصابع الاتهام للهيئة وقادتها في عدد من الوقائع